ترجمة نانسي قنقر في صغري كنت واقفا على سطح داري مع اثنين من الفاقي وتحدينا بعضنا البعض أن نقفز بالتوالي قفز الأول فالتوا كحلو تألم لكنه صنخ صنخة قوية كي يدب في نفوسنا الفزع أما الثاني فتردد قليلا ثم قفز بالفعل وعند ارتطامه بالأرض وقف وهو يكابر ولم يعترف بوجعي وادعى أنها قفزة من الممكن أن يكررها مئة مرة تملكني الخوف وكدت أجب لولا أن جملة قالتها لي أمي رحمها الله لابعت في عقلي إذا جربت قد تخسر وإذا لم تجرب فستندم فقفزت من فوري فلم يصبني آذى ولم أتألم ومن يومها إلى الآن لن أشك في نفسي أبدا ماذا كنت تريد الجروي؟ أنا أيضا سأروي لك حكاية إثنان من أبناء العمومة يقتتلان على قطعة أرض واحدة وكل منهما يصر على ملتيتها ويقتتلان بدراوة وكل يحاول أن يؤذي الآخر أذية غير مميتة إلى أن التقى إلى شيخ معتكث صالح أن يحكم بينهم كان يتأمل الدنيا والناس فسأل كل منهما أن يذبت ملكيته للأرض فأذبت كل ملكيته فعرض عليهما قسمتها بالعدل فرفض كل متمسك بملكيتها فعرض عليهما حلا بدى فيه جنون حكم بأحقية الأرض لمن يريدها أكثر من يتجرأ على قتل نفسه فهو صاحب الأحقية في الأرض وتعنت أحدهما فقتل نفسه فما أراد سوى أن يثبت ربها ما العبرة من تلك الحكمة الجليلة؟ لا مزيد من الدماء يا سري كيف السبيل لذلك المعاهدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عرف خليفة المسلمين المأمون أبو العباس عبد الله ابن هارون الرشيد بكتابكم الذي أرسلتمه عن الأوضاع في مصر وقد أمر خليفة المسلمين بأن يولي السرية بن الحكم مصر وصلاتها وخراجها على أن يعم الأمانة ويحق الحق وينصر المظلوم ويحكم بشرع الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويعين عبد العزيز بن الوزير الجروي طائداً للجند وللشرطة ولدار الخراج ولدار السك ويعاونه وينصره على الفتاة اشترك في البقاءات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية اشترك في القناة